في كثير من الأحيان إذا كان العلاج السلوكي المعزز مستمراً والتدخل المبكر لفترة زمنية بصورة يومية أفضل من انخراط الطفل بعيداً عن التربويين يكفي إلى حد كبير التدخل السلوكي ولكن في الكثير من الأحيان لنحصل على نتيجة كاملة وأفضل خصوصاً فيما يتعلق بالإنجاز الأكاديمي نحتاج إلى علاج دوائي قد تقصر أو تطول المدة بناءً على الحالة شمولياً فيما يتعلق بالتشخيص من قبل استشاري طب نمائي وسلوكي واستشاري طب نفسي الجواب هي تعتمد على كل حالة على حدة ترجمة نانسي قنقر